من أسوار الجامعة وتخصص الاقتصاد والمالية إلى مجال خدمة الأرض وسياقة الجرار بل حتى التحكم في آلة الحصاد وسياقتها بكل احترافية لتجني ما زرعته في أرض كانت قبل سنين قاخلة جرداء وأصبحت اليوم جنة تنتج محاصيل زراعية وفيرة أنا كأمراء دخلت لهذا المجال لهذا الأرض قمنا بالاستثمار فيها ودلنا تحدي ورفع تحدي للنساء وفي الميدان يكون تحدي وتعلمت لهذا الآلة منذكرها في الخدمة التي عنا يعني الآلة التي تخدم بها وتحتاجها لابد أن تستعملها كيف هي في السيارة هي حقا نوعا ما صعيبة والحمد لله اليوم سنستعملوها الفلاحة فاطمة تغتبر من أنجخ المستثمرين الفلاحيين بالغرب الجزائري واستطاعت بفضل تفانيها في العمل وإرادتها القوية أن تخول هذه الأرض المهجورة إلى مستطمرة فلاحية رغم الصعوبات التي واجهتها كونها أول امرأة اقتخمت المجال بسيذب العباس كأمرأة وأول مرة جيت هنا كانت الدورة شوية صعبة كانت النظراء ما كانوا شي عارفوني بسرح اليوم الحمد لله كيدلهم فاطمة يعرفوني كامل ويعرفوني باللي نبغي نستثمر في مجال الفلاحة عندي علاقة حب للأرض كانت تخصص تعي العلمي في ميدان الاقتصاد وفي جهة أخرى أنا راني يخدم مع فاطمة والحمد لله يا ربي زعمها قائمة بيها بغي يحصد يجي عندها مرحبا بيها والحمد لله يا ربي أنا راني عندها فيها راحة ربع سنين ولا خمس سنين زعمها الحمد لله ما خسني حتى شي تخدي الفلاخة فاطمة نموذج للمرأة الناجحة التي استطاعت التوفيق بين دورها كربة بيت وامرأة ناجحة في عملها طموحها لا خدود له وهي تتطلع لدعم مسؤولية القطار لتطوير نشاطها الفلاحي أكثر ترجمة نانسي قنقر